السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله تعالى في محكم التنزيل بصورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربى إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وقال تعالى أيضا وما أوتيتم من ربل يربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما أوتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون صدق الله العظيم ومن الأحاديث الشريفة أيضا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين والحرام بين بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهاته فقد استبرأ لدينه وعرضه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه النصوص وما ورد في معناها تبين لنا ضوابط قبول المال وأغذه والاستمتاع به وهذا مقيد بلا شك بقاعدة تحري الكسب الحلال الطيب وتجنب كذلك الحرام وما يشتبه فيه نواصل اليوم مشاهدين الكرام الحديث عن سبل تطهير وتنقية الأرباح المحققة من النسبة المحرمة مع فضيلة العلمة الدكتور علي القرداغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فأهلا ومرحبا بكم وذلك خلال لقاء يتجدد أسبوعيا ضمن تغطية البرصة ومن خلال فقه المال كما نجيب عن تساؤلاتكم الفقهية والشرعية حول أهم النشاطات المالية والاقتصادية مع الدكتور علي دكتور نبدأ باستكمال ما بدأناه في الحلقة الماضية عن المشتبهات التي يختلط فيها الحلال والحرام طبعا بينا أن الحلال واضح وأن الحرام واضح لكن السؤال يأتي دائما على المشتبهات نبدأ بنبذة سريعة لو تذكرنا بما تحدثنا به سابق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى أيها الإخوة والأخوات حييكم بتحية من عند الله مباركة طيبة وهي تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته حقيقة أكدنا في الحلقة السابقة على أهمية التحري للكسب الحلال لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة ولأن قضية أكل الحلال تتعلق بها مجموعة من الأحكام منها قبول العبادات إذا كانت الأطعمة والألبسة وغير ذلك كانت حلالاً وكذلك الأمر بالعكس لا سامح الله لن يستجاب الدعاء ولا تستجاب العبادات إذا كان الملبس حراماً والمشرب حراماً وغذية بالحرام كما ورد ذلك في حديث صحيح يرويه الإمام مسلم حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال سبحانه يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحاً وقال في حق المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل أشعث أغبر ويقول يا رب يا رب يا رب وثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا يستجاب له وما أكلوا حرام وما ألبسوه حرام وما شربوه حرام وغذية بالحرام فأنا يستجاب له فلذلك مهم جداً أن يكون الإنسان متحرياً ومحافظاً على الحلال وبعيداً عن الحرام لكن لو وقعت شبهات أو وقع شيء بسيط من الحرام في تصرفاته في تجارته في مكاسبه كما ذكرنا ذلك في الحلقة السابقة فحينئذ يجب عليه أن يقوم بتنقية هذا المال وتطهيره من هذه النسبة المحرمة وطبعاً في الحلقة السابقة تحدثنا عن قضية الأسهم إذا كانت الأسهم لشركات مختلطة أي أن أصلاً نشاط فيها حلال ولكنها قد تتعامل بالحرام رغم أننا حقيقة لا نريد ولا نحبذ ولا بصراحة ولا نفتي بأن يدخل الإنسان مباشرة في هذه الشركات ولكنه إذا وقع فيها لأي سبب من الأسباب أو خاصة المؤسسات المالية التي تحتاج لاستثمارات ما لديها فبالتأكيد هذه الأشياء أفضل بكثير من الاستثمار في البرصات العالمية التي لا يعود خيرها إلى أمتنا في هذه الحالات يجب أن يقوم الإنسان بالتنقية كذلك هناك حالات أخرى من الأمور المشتبهات يعني مثلاً واحد يشتري عمارة فإذن هذه العمارة فيها قسم من هذه العمارة مستأجر مثلاً لبنك ربوي أو مستأجر لا سامح الله لمكان فيه حرام ففي هذه الحالة خاصة في الغرب العقد ملزم للطرفين ففي هذه الحالة أيضاً يجب عليه أن يتبرع وأن يتخلص من هذه الأجرة التي تأتي بنسبتها من المال الحرام فإذا كانت العمارة مثلاً أجرتها مثلاً مئة ألف ومقابل هذا النشاط الحرام سأن كان خمراً سأن كان خنزيراً سأن كان بنكاً ربوياً ألف ريال يجب عليه التخلص منه شهرياً أو سنوياً إلى أن ينتهي العقد ولما ينتهي العقد لا يجوز له هو بنفسه أن يوقع على عقد محرم وبالتالي فضيلة الدكتور وبالتالي نحن نتعامل الآن مع الواقع يعني عن حالات حدثت وتسأل عن كيفية التعامل مع هذا الواقع وليس لتأصيل أو تشريع من ينتوي فعل ذلك فيما تعلق بالأرباح غير المشروعة من التجارة في سلع وخدمات ونحوها مما تثار حولها شبهات نعم الاستثمارات والأرباح نفس الشيء إذا كانت هذا هو في الغالب تأتي من خلال الشركات المختلطة فحينما يكون عندك الأسهم وجاءت الأرباح من هذه الشركات وهذه الأرباح يجب علينا أن ننظر إلى ميزانيتها وننظر إلى الإجمالي الإيراد ثم ننظر إلى نسبة المحرمة النسبة المحرمة وحينئذ علينا ماذا نفعل؟ علينا أن نتخلص من هذه النسبة المحرمة بقدرها فلو مثلا كانت نسبة إجمالي الإيراد مئة ألف وكذلك ولكن نسبة المحرمات التي جاءت في هذه الشركة ألف ريال إذن معنا ذلك واحد بالمية لما تجيك الأرباح التشغيلية فإنك تتخلص من واحد في المية من الأرباح التشغيلية أرباح التشغيلية نحن جميعا تقريبا العلماء الذين أجازوا التعامل بهذا للحاجة أو للضرورة متفقون على ضرورة وعلى فرضية التخلص من هذه النسبة أما في الأرباح الاستثمارية أن الإنسان باع هذه الأسم وربح فيها هنا في خلاف الذي أنا أميله من باب الأحوط أيضا يجب عليه أن يتخلص من هذه النسبة المحرمة حتى ولو كانت الأرباح جاءت عن طريق البيع والشراء والاستثمار وإن لم تكن جاءت عن طريق الأرباح التشغيلية طيب هل هذه الحسبة سهلة لل سهلة جدا جدا سهلة وإذا استشكل عليه يمكن أن يرسل رسالة إلى هذا البرنامج العزيز ويرسل معه الميزانية وأنا أطلع له المشاعر طيب فوائد السندات وشهادات الاستثمار أيضا تكون ثابتة وهي محرمة ماذا يفعل بها؟ فوائد السندات محرمة هذا لا تدخل في الشبهات تدخل في المحرمات الواضحة ماذا يفعل بها؟ فلا يجوز هذا التصرف أولا وإذا كان قد وريثها أو كان سابقا قبل التوبة قد تورط فيها فيجب عليه أن يبيعها وأن يتخلص من أرباحها أو فوائدها ماذا يفعل بها؟ في أي مصارف؟ شمعا أموال التنقية وأموال المحرمات مصيرها إلى المصالح العامة يعني يمكن في أي مصلحة عامة التي تنفع الأمة وممكن تصرف أيضا في مثلا الآن المستضعفون في سوريا وفي فلسطين وفي يمن هل تصح زكاة؟ لا هذا لا يجوز لأنه هذا محرم لا تدخل لا زكاة ولا صدقة لا تعتبر صدقة ولا زكاة وإنما تعتبر يجب هذا المال أن يتخلص منه الإنسان ولكن له أجل التخلص له إيش؟ أجل التخلص له أجل التخلص طيب الإرادات المكتسبة بسبب التهرب مثلا من الضرائب المالية هذا يظن نفس الشيء محرم شرعا ويجب التخلص منها وأن توجه إلى المصالح العامة طيب يعني أحد الأشخاص يتقاد أجرا نظير ترجمة غير شرعية مثلا إذا كانت الترجمة يعني كيف غير شرعية؟ يعني يقوم بترجمة مثلا كتب أو عقود لشركات مالية بها فوائد وما إلى ذلك محرمة؟ أو عقود خمور أو ما إلى ذلك؟ إذا كان فعلا الأصل العقد هو عقد قرض بفائدة فإن هذه الترجمة يعني قد تكون محرمة لكن إذا كانت العقود لم تكن خاصة بقضية الإقراض والاختراض إنما كانت عقود تنظم العلاقات أو ما شيء من ذلك أو يعني تكون عقودا إدارية ليس فيها شيء محرم فهذا لا تكون الترجمة محرمة وإنما الإثم يكون على من ينفذ هذه العقود لكن إذا كان العقد نفسه عقدا ربويا فطبعا هذا لا يجوز يعني لا يجوز للشخص أن يدخل في مجال حتى فقط بمجرد الترجمة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وبما أن الربا والقروض بفائدة إثم فلا يجوز التعاون لتنفيذ هذه العملية بأي شكل من الأشخاص حتى لو أن هذا العمل ضروري بالنسبة له لو كان في أوروبا وأمريكا يعمل أمر آخر إذا كان هو يشتغل في مكان ولا يجد وظيفة أخرى مناسبة فهنا حقيقة من باب الضروريات أو من باب الحفاظ على وظيفته فهنا يجوز وفي هذه الحالة أيضا يتقل لها كما رب العالم يقول فاتقوا الله ما استطعتم بقدر الاستطاع ونحن حقيقة فتاوانا في هذه الحالة إذا كان لم يجد مكان آخر يجوز له أن يبقى مع سأيه لعمل آخر لا يكون فيها هذه الشبهات طيب نذكركم مشاهدين الكرام بأننا نبث هذه الحلقة على الهواء مباشرة على صفحة الجزيرة مباشرة على فيسبوك وننتظر التعليقات والأسئلة الموجهة لفضيلة الدكتور علي القرداغي وسؤال أيضا دكتور استكمالا لموضوع الترجمة والعمل طيب أجر المساعدة بتنفيذ مشاريع تخرج الطلاب يعني هناك من يذهب لأحد المخضرمين الذين لديهم خبرة كبيرة في مجال البحث ويدفع له مالا من أجل أن يقدم له البحث يعني مكتملا ما حكم ذلك؟ طبعا شرعا هذه البحوث التي يكتبها الآخرون للطالب في دراسات الأولية في الكلية أو في ماجستير أو في دكتوراه هذا غش والرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس مننا من غشنا وفي رواية ليس مننا من غش فالغاش حقيقة لا يدخل تحت رحمة هذا الدين ولا تحت شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك يجب على الإخوة أن يحافظوا ويجب على الطلابة أن مهما كانوا أن يكتبوا بأنفسهم ولا يستعينوا بأي شخص لأن هذا الغش محرم بالاتفاق ولأن هذا الأجل الذي يحصل عليه الباحث ويكتب لشخص آخر فإن هذا الأجل صحت وحرام بل أيضا ليس حراما عاديا الحرام مرتين حرام أنه عمل المحرم الحرام الثاني أنه يساعد شخصا على أن يأخذ شهادة وهو ليس أهلا لذلك وبالتالي اكتسب إثمين اسم المال الحرام واكتسب كذلك إثم شهادة الزور وهذه تدخل ضمن شهادة الزور أشكرك حتى الآن الدكتور علي القرداغي مشاهدين الكرام فاصل قصير بعده نستعرض التعليقات والأسئلة التي وجدناها الآن على تغطية البورصة عفوا تغطية فقه المال على الجزيرة المباشرة بعد الفاصل مباشرة نستعرضها نبدأ إذن مشاهدين الكرام بحسن يقول هناك شركات تطوير عقارية تعرض على المشتري ما يسمى بالبيباك أي عرض إعادة شراء العقار منه بعد فترة معينة بربح معين مثلا إعادة شراء العقار من المشتري بعد سنتين بربح 20% وهذا العرض اختياري لكنه ينتهي بعد مرور سنتين على عملية الشراء فهل هذه العروض بها شبهة ربا؟ هذه إذا تمت حسب يعني الخطوات العملية لما سميناها بما يسمى الإجارة المنتهية بالتمليك فلا مانع منها كيف؟ يعني مثلا حظتك عندك عقار أنا اشتريت منك العقار بمبلغ مثلا 100 ألف دولار ثم بعد ذلك أجرت لك وليس إعادة الشراء أجرت لك شهريا بمبلغ كذا لمدة سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات عشر سنوات ثم بعد سنتين أو عشر سنوات بأت لك يعني يعني العقار بالمبلغ المتفق عليه أو بالمبلغ المتبقي أو وهبت لك إذا كانت الفترة الزمنية طويلة ما بقى عليك شيء وهبت لك العقار هبة أو بيعا بثمن حقيقي أو بثمن رمزي فهذه الصور الثلاث جائزة ما دام تم بضوابتها وهو أنه فعلا يتم الشخص الممول يشتري العقار ويسجل باسمه ويتحمل مسؤولية التلف ومسؤولية الصيانة الذاتية والتأمين أما إذا لم يتحمل وإنما كان العقد صوريا فهو حرام نذهب إلى تعليق آخر آنيس يقول كيف نحكم على معاملات بنكية شرعية ضمن بنك إسلامي ولكن هذا البنك جزء من منظومة بنكية غير شرعية يتحكم فيها البنك المركزي الوطن نعم وبالتأكيد هذه سمى فروع البنوك الإسلامية أو ويندو أو شباك إذا توافرت الشروط المطلوبة في هذا الفرع أو في هذا الشباك وهو أن تكون الأقود الصحيحة أن يكون هناك نوع من الاستقلالية لهذا الفرع وأن لا يكون هناك اختلاط بين هذا الفرع وبين الفرع الرئيسي الربوي وكذلك أن يكون لها هيئة رقاب الشرعية وتدقيق شرعي هيئة شرعية محترمة حينيذن يجوز التعامل معها وإن كان بالتأكيد الأفضل التعامل مع البنوك الأصلية يكون أفضل لكنه الشرع أن يجوز إذا توافرت هذه الشروط وأن يكون الشرط الخامس أن يكون البنك المركزي قد وافق على إنشاء هذا الفرع لأن إذا لم يوافق فحينئذن لا يستطيع البنك أن يقوم بتنفيذ وتطبيق الشروط الشرعية المطلوبة في قضية العقود والمعامل هناك من يشكك أصلا في بعض البلدان العربية بأن هناك بنوك إسلامية صحيحة يعني مجرد فقط تشكيك وليس مبني هذا الرأي على أسس أو قواعد لا يجوز شرعا أولا الأصل في هذه البنوك ما دامت إسلامية وما دام لها هيئة رقاب الشرعية الأصل أن تكون بنوك إسلامية وتتحمل هي المسؤولية هم يتحمل والأمر الآخر لماذا أخي الكريم لو ما كان الشخص يريد الإسلام يمكن أن يفتح بنكا ربوية وبنكا ربوية قد أتي له ربما وليس مقيدا لا بهئة الرقاب الشرعية ولا بالتدقيق الشرعي ولا بالبنك المركزي في ضوابته الخاصة بالشريع وبالتالي لما يكون الشخص بالمناسبة يفتح بنكا إسلاميا يكون أكثر تقييدا مما يفتح بنكا تقليديا فلذلك أنا أعتقد لا استخدام فئة معينة لا تريد أن تذهب إلى البنك التقليدي حتى بالمناسبة يعني كانوا يقولون إن هؤلاء غير المسلمين خاصة من بريطانيا وفرنسا يريدون أخذ أموالنا عن طريق البنوك هذا غير صحيح أنا أعلم علم اليقين بأن بريطانيا فيها حوالي سبعة بنوك وفروع إسلامية وتستثمر عشرات المليارات من الاستثمارات ومعظم هذه الاستثمارات لم تأتي من البنوك الإسلامية ولا من العالم الإسلامي وإنما من موجودين داخل يعني أوروبا وبريطانيا أو حتى من غير المسلمين فالقضية لا بد أننا إن جاءكم فاسقوا بنبأ فتبينوا وفي قراءة فتثبتوا عدل عسيري يسأل هل شراء منزل بالدين حرام شرعا؟ لا إذا كان توافرت الشروط الدين ليس ما دام الرجل قادرا على أداء الديون يجوز أن تشتري مرابحة أو سلما السلم وارد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الصحيحة وكذلك بيع بالدين أيضا جائز كيف السلم؟ فالسلم هو حينما يكون شيء موصوفا في الذنب يعني أنا أقول لك أبيع لك 20 طن من تمر الإخلاص مواصفات كذا وكذا تسليم واحد 11 2019 أو 2020 مثلا بعد السنة بعد الشهر بعد الشهرين حسب المواصفات المطلوبة وطبع هذا يسمون عقل السلم طيب نعود إلى الأسئلة التي وردتنا عياد أو عياد مصطفى أنا اشتريت منتج من موقع إلكتروني ولم أستلم المنتج رفعت الشكوى ضد البيع وقام الموقع الخاص بالبيع بإعادة الأموال التي قمت بدفعها لي وبعد فترة وصل المنتج الذي اشتريته هل أرجع المال البيع عم لا؟ نعم يجب عليه أن يرجع المال وإلا يكون حراما ما حكم المساهمات المالية التي يجمعها الموظفون فيما بينهم؟ إذا كانت هذه المساهمات كما هو المعروف دورية يعني مثلا عشرة أشخاص كل شهر كل شخص يدفع في كل شهر ألف تمام؟ اليوم حظتك تأخذ شهر الأول بالقرعة لك تأخذ عشرة ألف يوم الثاني شهر الثاني أنا أخذ يوم الثالث زيد وهذا ما في أي إشكال لا هناك مساهمات لمن يمرض يعني لمن يحدث له نعم إذا كان هذا شيء طيب هذا لكن غالبا يقصدون بهذه المساهمات أنهم يساعدوا بعضهم الجمعيات تقصد هناك أيضا نوع آخر من المساهمات بأن يعني يخصص هذا الصندوق لمن يحتاج إليه بالمساعدة هذا صندوق تكافلي هذا صندوق تكافلي هذا يسمون التأمين التكافلي البسيط حتى في الفقه يعني تأمين التكافلي نحن مجموعة من الأصحاب المهن أنت الآن في الجزيرة مثلا أو في فرع من الفروع تعملوا لأنفسكم صندوقا وكل واحد يدفع فيه ثم بعد ذلك يأخذ منه فهذا هو تأمين التكافلي المشروع حتى لو أن أحدا من يعني مشترك في هذا الصندوق لم يستلم أي شيء لأنه لم يحدث له أي حديث لا مشكلة لا لا مشكلة بالعكس لأنه أساسا قائم على أساس التبرع وليس على أساس المعاوضة طيب حليم يسأل السلام عليكم يكونهم مثيلون حتى في السنة يسمون التناهد أو النهد نعم السلام عليكم عندي سؤالان ما موقف الشرع من شركات المساهمة وما موقف الشرع من تعاملات شركات التأمين تمام شركات المساهمة حقيقة من حيث المبدأ شركات المساهمة إذا كانت قائمة على أمور المشروعة وأنشطة مشروعة فهذه الشركات جائزة ولا ضير في كون شركة مساهمة أو غير مساهمة إلا الأصل المهم أن يكون النشاط مشروعا فإذا كان النشاط مشروعا فإن هذه الشركة جائزة السؤال الثاني كيف كانت؟ والسؤال الثاني شركات التأمين شركات التأمين نوعا تأمين تكافلي جائزة وتأمين تجاري فهذا صدرت بمنعها وحرمتها قرارات من المجامع الفقهية بأن التأمين التجاري القائم على المعاوضة تأمينات غير جائزة وغير مشروعة التأمين على الحياة والبرصة التأمين على الحياة إذا تم يعني لأنه ليس هناك كل الصور لكن إذا تم عن طريق التأمين التكافلي وهي لحالة الموت أو لحالة العجز أو لمصلحة الورثة أو إلى آخرها فإن هذا التأمين التكافلي لحالات الموت أو العجز فإنها جائزة ولا إشتاد فيها طب حينما يعني الشخص يعرف عن نفسه بأنه لديها أمراض مزمنة وكبيرة ودخل في هذا النوع من التأمين لا مشكلة أيضا؟ لا مشكلة بس لابد يفسح لابد يبين لا يجوز الشرعا أن يخفي لأنه لابد وكذا يعني مسائل العمر والأمراض وما يسألون هل عندك أمراض هل عندك هل صار عملية قبل ولا ولا؟ فيجب أن يكون صريحا وواضحا ولا يكذب فإذا كذب أو غش أو احتال فإنما يأخذ حرام لأن ما يبنى على الباطل فهو باطل ربما يفهم يعني التأمين على في حالة العجز التام أو العجز الجزئي أو الموضوع بأن هناك مساعدة كصندوق تكافلي أو تأمين تكافلي لكن يعني كيف يأخذ الفرد أموالا عند موته هل هذا يجوز؟ لا عند الورثة طبعا يعني في حالة الموت الميت لا يأخذ شيئا بالتأكيد يعني أقصد طبعا الورثة إنما الورثة الورثة يأخذون مثلا وليس بالضرورة أن يكون شيئا بسيطا يمكن أحد شخص يعني يعمل تأمين تكافلي في حالة الموت على ملون ريال وطبعا يدفع الأقصار جائز جائز ما في مانع يعني اعتبر أن الموت الموت محقق محقق لكن المرض يعني ربما نعم ربما لا بعدين نحن راضينا نحن أهل الصندوق راضينا بأنه إذا أنت دفعت وتبرعت بهذا المبلغ نحن نكفل ونعطي لورثتك مبلغ ملون ريال عند الموت مثلا أشكرك الدكتور علي القردغي الأمين العام للاتحاد العالمي العلماء المسلمين على هذه المعلومات والإفادات أشكرك شكرا جزيلا والشكر وصول لحضراتكم مشاهدين الكرام لحسن المتابعة كل خميسة تجدد اللقاء عبر شاشة الجزيرة مباشر في فقه المال السلام عليكم ورحمة الله